اهلا بكم هاجر والرضيع قصة شهيرة معظمنا حفظها ان ما كانش كلنا هنتكلم عنها لكن برؤية جديدة ورأي جديد ممكن يكون صادم لكتير مننا لكن الرؤية دي مش بتتعارض مع الدين او القرآن الكريم مع كون ابراهيم نبي كريم وما ينفعش انه يكسب او يحور الكلام وطبعا الاتهم وبالكدب هم اليهود في التوراة اول شيء الرواية بتقول ان سارة كانت عاقر وانها ما بتخلفش وان ابراهيم عليه السلام تزوج هاجر جريت سارة اللي وهابها لها ملك مصر وانجب من هاجر اسماعيل عليه السلام وغارت سارة فسيدنا ابراهيم اخذ هاجر وابنها ومشي بيهم من العلاء لمكة الحالية وباقي القصة اللي كلنا عارفينها خليكم معنا اولا قصة هاجر والرضيع مش موجودة في القرآن والسعي بين الصفة والمروة وتفجر بقر زمزم كل ده مش موجود ولتقال في القرآن على لسان سيدنا ابراهيم عليه السلام ربنا اني اسكنت من زرياتي بواد غير زي زرع عند بيتك المحرم قال من زرياتي يعني من ابنائي ومن صلبي بعض من ابنائي ليقيموا الصلاة يقيموا مش ليقيم اسماعيل الرضيع واحد ولو قلنا ان المقصود هاجر واسماعيل يبقى الرد انه قال من زرياتي وهاجر مش من زرياته اذا اللي اسكنهم مش اقل من اتنين من زريته ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون اللي نفهمه ان ربنا اعطى امر لسيدنا ابراهيم وسيدنا ابراهيم نفذ الامر واسكن ابناء من زريته كبار وبالغين عند بيته المحرم مش اسكن طفل رضيع مع امه لا حول لهم ولا قوة وفي قول ابراهيم الحمد لله الذي وهب ليه على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء معناه ان ابراهيم عليه السلام بيحمد الله ان وهب له اسماعيل واسحاق وهم دول اللي بيهم نفذ امر الله واسكنهم يعني المقصود ان اسحاق كان موجود في الوقت ده نفسه وما فيش ذكر لرضيع ولا لهاجر بمعنى ان اسماعيل موجود واسحاق موجود وهم دول اللي تركهم هناك وفيه اية في القرآن بتقول فماء فلما بلغ معه السعي السعي هنا ليس المقصود بيه التواف او الحج لكن المقصود بيه السعي لنشر دين الله اما بالنسبة لسارة زعم الكثيرون في روايتهم انها كانت عاقر وانها لما بشرت بواسطة الملايكة باسحاق ومن بعده يعقوب كان اسماعيل موجود وبما ان سارة عاقر فلازم يوجده ام لاسماعيل فتم وضع قصة هاجر وهبها لابراهيم لينجب منها اسماعيل وده مش موجود في القرآن والقصة من الاسرائيليات فاليهود هم اللي اتهموا الانبياء بتهم لا تليق بهم زي اتهام ابراهيم بالكذب عند ملك مصر في قصة عجيبة لم تذكر في القرآن اصلا وموجودة عند اليهود فقط ولا تليق بابراهيم عليه السلام اما سارة الزوج العجوز فيقول المولى عز وجل في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتي اعلد انا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب في الاية الكريمة محل الاستغراب من سارة انها عجوز يعني كبرت في السن مش انها عاقر فلو كانت ما خلفتش قبل كده كانت ستبقى عاقر لكن مشكلتها انها كبرت في السن بمعنى انها خلفت قبل كده مش عاقر بس كبرت وانقطع عملها في الخلفة والولادة في قصة زكريا عليه السلام يقول الله عز وجل واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدونك وليا وقال قررت بانا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عيتية وبكده كانت مشكلة زكريا في الانجاب ان امرأته عاقر اما في قصة ابراهيم عليه السلام فالمشكلة انها عجوز وليست عاقر يعني خلفت قبل كده الحقيقة ان سيدنا ابراهيم اسكن زوريته في مكة وهم اولاده من سارة وهم اشقاء ابناء اب واحد وام واحدة وهي سارة فسارة خلفت اسماعيل وبعد سنوات كبرت في السن وانقطع عملها في الخلفة تاني وبعدين الملايكة بشروها باسحاق وبعده يعقوب وحصل وبكده اسماعيل واسحاق اخوات من سارة وما فيش وجود لهاجر طيب ليه تم اختراع شخصية هاجر في الاسرائيليات ده لان جميع انبياء بني اسرائيل من ناس لاسحاق وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي العرب هو الوحيد اللي من ناس لاسماعيل وفي الفكر الديني يهودي الابن البكر بيارس الحكم والعهد والارض وبكده الوراثة هتتنقل للعرب لان جدهم هو اسماعيل وهو الابن البكر لابراهيم فتعمدوا اختراع قصة هاجر جارية سارة وبكده لا هيحق لاسماعيل انه يولث لانه ابن الجارية فلما اليهود يقولوا ان الارض اللي مش عليها ابراهيم ملكنا وان ابراهيم يتوهاب له الارض من النيل للفراط ونقول لهم طيب باحنا برضو احفاد ابراهيم مش انتوا بس يردوا ويقولوا لا اصل اسماعيل ابن الجارية وما لوش حق في العهد ده ده سر اختراع اليهود لقصة وشخصية هاجر وللأسف بناخد منهم ونصدق ونحفظ ونحفظ ابنائنا هل القصة دي موجودة في القرآن النص الوحيد المقدس الصادق الغير مشكوك فيه للأسف مش موجودة ويا ريت قبل ما نستنكر الكلام ده نبحث ونفكر لانه موضوع وطرح قابل للبحث ولا يتعارض مع الايمان ولا الاسلام في شيء وشكرا ترجمة نانسي قنقر